ما كانتش بس دي فقرتنا الأخيرة لا معانا فقرات تانية معانا فقرت باررو ورجعنا لكم والعودة المراضي هي عودة لاستقناف بطولة إفريقيا اللي خفنا للحظة وشكينا إن البطولة دي أصبحت عقدة إحنا نعمل أقصى مع علينا يجي ظروف خارجية وقلنا إن البطولة دي إن شاء الله إن شاء الله لو أراد ربنا والنادي الأهلي حققها حيكون لها قصة مختلفة وسيناريو حنشوفه معاكو هنا من جانب تاني خالص الكف كان على المحك نتيجة قرار بتأجيل مباريات نصف النهائي ونهائي البطولة مرة أخرى خرج جواب من الأمن نتيجة ظروف داخلية هنا تخص الانتخابات وأمر طبيعي الأمن أرسل الكاف كانت الردود فيها شكل من أشكال الغرابة من الكاف لأن يكاد يكون الموضوع راح لحتة أبعد بكتير جدا إن لقينا مواعيد أخرى بتحدد كنا نخشى للحظات إن البطولة ما تستكملش ولكن في المواعيد دي أسامة لازم نقول أيا كانت أسبابها إيه؟ مين هو أكبر متضرر فيها؟ النادي أهلي ونادي الرجاء ونادي الزمالك أطراف الموضوع الزمالك عنده إصابات صرح مسؤولين الزمالك بشكل واضح لأننا ادعي إنه هما إحنا كان عندنا خطة من تأجيل المباراة وإحنا كمان كنا حرصين على تأجيل المباراة نقطة خلاص خلص بنيجي للرجاء أكيد لا يخفى على أحد إصابات الكورونا وحرص الرجاء على تأجيل المباراة طرف واحد فقط كان هو في قمة جاهزيته للمباراة وحسم البطولة وهو النادي الأهلي هو الطرف الأكثر تضررا من هذا التأجيل عشان كده لازم نحط في الصورة إن القرارات حتى إن قد يتضرر منها النادي الأهلي ولكن نحن لا نعيش في مظلومية مبنتكلمش عن مؤامرات ولكن بنقول إن عمليا لازم نسجل النقطة دي إن النادي الأهلي كان الأكثر تضررا من هذا التأجيل مهمة جدا يا فارس ومهمة جدا فكرة التخوفات اللي أنت بتتكلم فيها لأننا حابين أوضح لمشاهدي قناة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي في كل مكان إن ليه وصلنا كجماهير النادي الأهلي نتحدث عن تخوفات لأن الحقيقة يعني استعرضنا في الحلقات السابقة حاجات كتيرة جدا تخص الكاف وقراراته والتراجع في القرارات وتعيين حكام وضغوط تتراجع تاني ودخول لعيبة وأن دي مسابقات تدخل منها وتدخل تاني فبالتالي انت بقاش عندك الكاف ذو المسترة اللي هو هيدي قرار هيبه هو ده القرار لا انت بقى عندك دلوقتي يا ترى القرار ده هيتغير بعد ساعتين ولا ساعتين وربع يعني الموضوع بقى كده فبالتالي تخوفاتنا دي انت بتتحكي ليه؟ أنا لا تتحكي عن كيف ذو المسترة يا ابني كيف ذو المنقلة لا لا الموضوع حلزونا بجب والله فبالتالي تخوفاتنا دي تخوفات في محلها تماما ولكن مع التخوفات دي كل حد لازم في منظومة ناني الأهلي يقوم بدوره جماهير مسؤولين جهاز فني لعبين ولازم اللعبين تحديدا اسمك هيتكتب بحروف من دافس جلات دوري أبطال أفريقيا لازم أمامك تسعين ديئة بإذنك يا رب بإذنك رب ما تحاولش تقلل من تركيزك من لي واحد جهدك لازم يكون أقصى ما يكون تسعين ديئة رجولة تسعين ديئة بكتال أيا كان موعد المباراة أيا كان ملعب المباراة أيا كان حكم المباراة حتى لو احنا هنا أبدينا تخوفات من بعض الحكام وأنا تحديدا بملاك تسمي بتمنى يا رب ما ييجي ولكن مع ذلك لما أبدينا تخوفنا على سيكازوي أنت قدرت تفوز على الودات في المغرب 2-0 فسيبك من فكرة أي تخوفات كإعلام النادي الأهلي نبديها من فكرة التحكيم الأفريقي اللي بنعاني منه أنت ركز أن يكون مستوىك الفني طب ركز أن يكون تركيزك في التسعين ديئة هو الأعلى أن دي بطولة هتكتب اسمك بحروف من داب في سجلات الشرف داخل النادي الأهلي كمان بقى هتدعمك معنويا هتبقى في ذكرى وقلب كل مشجع أهلاوي بيحلم بالفعل بالبطولة دي لأنها غابت عن النادي الأهلي أعتقد فترة أطول مما ينبغي ده مهم جدا رسالة نوصلها لعيب النادي الأهلي ركز في الملعب فقط لغير وسيب الباقي علينا كل ما هو برا الملعب ما تشغلش بالك بيه لكن جزء المؤامرات أو نظرية المؤامرة متواجدة بشكل كبير جدا ودائم عند البعض فحبينا ناخد تصريحات نعقب عليها عشان نوضح فروقات كتيرة جدا ومهمة جدا نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب أنا أجلت نهاية أفريقيا عشان خاطر عشان خاطر أن فيه انتخابات مجلس نواب طب هو أنا بأجل الدور قبل النهائي ليه من 1 نوفمبر أخليه 3 نوفمبر لا كمان مش 3 أخليه 4 لا كمان مش 4 ده كان بمقترحين يخلوها 5 بس الزمالك هو قال خليها 4 لأنه قدوا الدكتراح ل4 ل5 يعني كان عايزين يخلوها خمسة كمان نوفمبر فخلوها اربعة وحضرتك بتأجل ليه تحدي أفريقي بتأجل ليه اليوم اربعة مش حضرتك بعد ما أجلت خلتها 1 نوفمبر هو أنت هو في حاجة في انتخابات الدولة المصرية قالت لك أجل أنت حددت يوم 1 نوفمبر بتأجل ليه اليوم اربعة هنا السؤال حاجة غريبة جدا كأنك بتعطي فرصة للفريق الآخر أنه يتعافى أكتر وأكتر أنا ما ديش مشكلة أن اللعيبة تتعافى وربنا يشفي الجميع مش دي مشكلتي مشكلتي اللي بيعمله الاتحاد الأفريقي هو بالفعل اللي بيعمله الاتحاد الأفريقي عشان نقول منصفين هو مشكلة ولكن المشكلة دي حتى الكابتن خالد هو بيتكلم كان هيغلط ويقول أن الموضوع تم بالاتفاق بين الناديين نادي الزمالك ونادي الرجاء وده اللي أعلنه الكاف في البيان المقتضب اللي تكلم فيه عن فكرة تأجيل نصف النهائي إذن كان فيه اتفاق وهو حاول كان هيقول أنه هو كان عايزين يعمل لهم خمسة ولكن فيعني تلعس في الكلام وحاول يعديه عشان ما يوضعش أن تحديد يوم 4 هو اتفاق بين الطرفين أي أن كان الموقف إيه فإحنا بنؤكد الكلام اللي إحنا جايين ليه الفقرة دي أن النادي الآلي غير مستفيد إطلاقاً من كمية التخبطات اللي بتحصل دي بل بالعكس النادي الآلي هو الأكثر تضرراً من كل الفرق الموجودة اللي كانت موجودة في المرابعة الزهبي من تأجيل أصلاً نصف النهائي من البداية ومع ذلك بنقول تركيزنا يا فارس في الملعب والبعالة ربنا إن شاء الله يا عسامة التركيز ده حيؤتي سماره ولكن نظرية المؤامرة لا تتوقف وقولاً واحداً لا تتوقف عشان كده محتاجين نقف مع تقييم كابتن خالد الغندور لبكاري جسام كابتن خالد الغندور بمجرد السماع أو الأعلان عن أن بكاري جسام حكم محتمل لمباراة الرجاء والزمالك كابتن خالد الغندور كان لرأي مهم جداً نقف عند الرأي ده نطلع ونشوف الأول هو ليه أنت بتجيب بكاري جسامة اشمعنا اشمعنا بكاري جسامة اشمعنا في المطشاط المصرية بيكون بكاري جسامة واسمعوا عمر مصطفى مراد فهمي بيقول إيه عليه بيقول إيه عليه كلام خطير جداً النادي الأهل اشتكى قبل كده فخاف وترعب راح راح هناك ماتش ساندونز التاني راح مرضاش يطرد أحمد فتحي خاف النادي الأهل اعمال له رعب النهاردة نادي الزمالك على حد علمي يعني قيل إنه هو هيودي جواب يتساءل اشمعنا بكاري جسامة يعني اللي هو يوم الأربعة اشمعنا على العموم أنا بعمل الفيديو ده تحزير للاتحاد الأفريقي وبكلم إخواتنا هناك في المغرب بكاري جسامة فيه تقنية فار أي مش هتتكرر بقى موضوع بيرامدز ونهضة بركان يعني بيرامدز ونهضة بركان كان لمؤخذة يعني بين قوي يعني نهضة بركان وفوزي لكشع كانت بين قوي محتاجين نركز جدا في الفيديو ده فيديو ده في نقطتين مهمين أولا في طريقة عرض كارثية كابتل خادر غندور قال رحم الله عمرو مصطفى فهمي اللي بنيدي له كل لحظة كريدت على اللي كان بيعمله ده لازم نفتكر الرجل ده لأنه كان شخصية عظيمة بيستشهدوا بي دلوقت يا فارس بيستشهدوا بي بعد ما كانوا بينتقدوه بيتكلموا عن أنه كادر النادي الآلي في الكاف بيستشهدوا بي دلوقت دي بقى نقطة كمان في الاستشهاد هو قال ارجعوا الكلام عمرو مصطفى فهمي عن بكاري جسامة اللي النادي الآلي ظلم النادي الآلي وبعد كده عوض النادي الآلي قدام سانداونز وتقادع وتفهم من صياق الكلام أن عمرو مصطفى فهمي قال كده لا خالص رجل كان بيتكلم أن بكاري جسامة وجه البطولة في اتجاه واضح وتعمد اقصاء الآلي واستشهد بواقع الفساد مش بس هو النهارده بيستشهد بعمرو مصطفى فهمي لأن الشخص صاحب السيرة الرائعة اللي فعلا مواقفه هتفضل باقية هو اللي هيجبرك في يوم الايام لأنه هو زو حيسية ولأنه هو شخص نظيف أن انت بتستشهد به أن انت تجيب كلامه الاهم كمان في الكلام حاجة طريفة جدا كابتن خادة غندول لما حاب يشير على صفحته الصورة بمزلها من صفحة بيتكلم شاهده ماذا قال كابتن عمرو مصطفى فهمي عن بكاري جسامة ومن صفحة مكتوب عليها الأهل نادي القرن الحقيقي يعني انت متخيل كمان اسم الصفحة فأحيانا الموضوع بيجبرك بس أنا عايز أقول لك حان انت بتتكلم أن بكاري جسامة حكم سيء وليه وقائع قبل كده طب ما بنفس المنطق اللي انت برضو تكلمت به تعال بقى نكلمك بمنطقة انت تكلمت عن سيكازوي اللي احنا كنا عندنا وقعت فساد واضحة ليه في أول أغسطس ومباراته مع الترجي واللي حصله إقاف فيها يعني عندنا وقعت فساد أكيد جيت انت بعد المبارات لقد قلت إيه انه كان حكم ممتاز احنا بقى بنقول لك رسالة طب ما تستنى ما يمكن بكاري اللي بقى حكم الفار حكم ممتاز بنفس المنطق مش من حقك تتسرع في الحكم ده اللي احنا بنقوله النادي الأهلي لما بيتكلم عن حكم أو بيستاء من حكم أو بيتخوف من حكم بيكون في موقف سلبي مع النادي الأهلي لكن ما كناش بنشوف أبدا النادي الأهلي بيعترض على التحكيم من قبل التعيين خالص ولا حتى الوقت بنشوف ولكن جماهير النادي الأهلي من حقه تبدي تخوفات لكن لما أنا أمر ببطولة السوبر أفريكي بخسرها بحكم يثبت بعد كده رشوته ولما أخسر بيد إن رامو ويثبت رشوته فلازم أنا كجماهير النادي الأهلي أتخوف وكمان من بكاري جسامة له مواقف سلبية معي فلازم أنا أتخوف منها لكن هو ما كانش له مواقف سلبية معك كابتن خالد لكن أنت بتخوفك من بكاري جسامة أصلا رأيك في بكاري جسامة كحكم إيه نشوف الفيديو إيه سبب خسارة الأهلي في كاس أفريكي هو إيه سبب إن بكاري جسامة حكم أكثر من رائع وحكم خمس نهايات متتالية وصعد مصر كأس العالم بضرب الجزائف دي 94 وإيه سبب إن بكاري جسامة بقى مرتشي وهل فعلا الحكم كان هو الأساس في عدم استطاعة نادي الأهلي الفوز بالبطولة وهل بكاري جسامة هو اللي حكم اللقاء الأول اللي انتهى بالتعادل واحد واحد ببين نادي الأهلي هو بكاري جسامة لما القالي اعترض عليه يبقى حكم من أفضل الحكام وأسباب اعترضكم إيه طيب لما يتعين النادي الزمالك إلحق ده حكم مغرد طيب غيروا بكاري جسامة كابتن خالد وجابوا لك السنغالي نضاي لا ده جاي لغرض أيضا وهيحطوا بكاري هي دي المشكلة هي دي المشكلة إن أنا عندي أزمة دايما من قبل المباراة ما تتلعب وما عنديش أي مواقف سلبية مع التحكيم كنا حابين نلقي الضوء على النقطة دي تحديدا عشان نوضح الاختلافات والفرق بين التعامل الإعلامي مع اللي بيحصل في الكاف في نادي الأهلي وأن دية منافسة